أنا أمتى أخذ بريك؟ البريك في الجواز أو في الخطوبة أو في العلاقات العادية في بريك أمتى بيجي الراجل يقولك أنا عايز بريك؟ وهل ده حاجة صحية ولا لأ؟ أنا هقولكو رأيي بعدين ولكن هقولكو شوية من الأسئلة اللي جات لنا في بنات قالك أنا أخذ بريك إمتى؟ مع حبيبي أو مع خطيبي أو مع جوزي؟ ناس يسألك البريك أو الاستراحة دي هل هي صحية ولا لأ؟ في ناس يسألك إمتى نطلب أن ناخد بريك؟ في ناس برضو هل هو حل ولا لأ؟ عشان في ناس كتير بتقول إن هو بينقذ العلاقة بيقولوا أنا ما ليش دعوة في الكلام ده هل الراجل الشرقي بيوافق إنه هي برضو تاخد بريك؟ مبدأ أياً لو إحنا متجوزين غير لو إحنا مخطوبين غير لو إحنا لسه في علاقة حب المتجوزين ممكن إنه هما ياخدوا بريك ياخدوا بريك يعني لما ييجي يقولك معلاش أنا مش قادر أنا مضغوط أنا عايز ياخد استراحة عرفي على طول إنه هو بيعمل انسحاب تكتيكي يعني بيبتدي إنه هو يرجع ورا كده في العلاقة وممكن هو يفكر في الانفصال الراجل المتجوز لما يقول عايز بريك ده معنا إنه هو عايز يجرب حاجات تانية عايز يخرج يصهر عايز يشوف ناس جديدة عايز يتعرف ممكن تكون ملل نقول ملل وممكن تكون اختنق أو اسمه ايه اتقفل من الريليشن او من علاقة الجواز دي لو كل واحد وواحدة سمعوا بعض سمعنا بعض في ساعة الزعل في ساعة المشاكل في ساعة الضغوطات مش هنوصل لمرحلة إنه أنا عايز بريك وغالبا الرجالة سبعين في المية عشان مظلمهمش وأقول تسعين في المية في سبعين في المية من الرجالة لما بتقرر إن هي تاخد بريك هي عايزة إن هي تعيش حياتها شوية تفك برا وترجع تاني ولكن برضو نسبة كبيرة قوي من اللي خدوا بريك ما رجعوش هما لسه في بريك لغاية دلوقتي طيب ليه الرجل يقبل إنه هو ياخد بريك والست ما تاخدش بريك ليه يعني هي مش من حقاها هي تستريح ليه الرجل مسموح له إنه هو يسافر مع صحابه والست لأ أنا مع الاستراحة في نقطة واحدة أو في حالة واحدة اللي هي لو إنت عايز تاخد بريك من الرليشن دي أو من جوازنا زي ما إنت ليك حق أنا ليه حق لما تقرر إن إحنا ناخد استراحة يبقى فيه ضغط شغل يبقى فيه عيال مطلعين عنا ليل نهار وضغطنا شغلك ضغطنا شغلي ضغطني فإحنا محتاجين استراحة نروح استراحة مع بعض يا أما لو إنت عايز تاخد استراحة وتروح مع صحابك أنا ليه حق إن أنا أخرج برضو مع صحابي وإن أنا سافر مع صحباتي وإن أنا تبسط وفك عن الضغط ده في الحالة دي أنا أقايد ليه لأ إنت تاخد استراحة وهياخد استراحة مش إنت تاخد استراحة وتسيبني قاعدة في البيت مع العيال أسلنا مش ناني يعني مش أنا أخد بالي من العيال وجوز يسافر ويشم نفسه ويفك كده وبعدين يرجع لي نشوف التيتا نشوف حد يقعد مع العيال يا نسافر مع بعضينا عشان نفك يا كل واحد يسافر مع صحابه وفي الآخر نرجع إحنا لتنين على البيت بعد ما غيرنا النيجاتف أنرجي اللي عندنا ونرجع نبتدي من أول وجديد في الحالة دي أنا معيكي بس ما فيش حاجة اسمها أن أنا أقعد مع العيال واستحمل الضغط ده كله وإنت تسافر وتشوف حياتك مع صحابك وممكن ترجع وممكن لأ ممكن تتعرف على حدايا مش حد وتبقى مش عايز أن أنت ترجع حاجة تانية لو إحنا لما قرر هو جي يقولك إيه أنا حاسس أنه مضغوط جدا وأنا عايز أخذ استراحة ما تكبريش الموضوع مبدئيا يعني إيه بتقولي معلش خديه شوية شوية معلش يا حبيبي أنا عايز أعرف أنت متضايق من إيه سمعين مش يمكن هو عنده حاجات عايز يقولها مش هو عايز يفض فض مش يمكن في حاجة مضايقاء ومكسوف يقولها لك أو عايز يقولها لك خديه على قد عقله حلو؟ آه جري معلش أنت عايز تاخد استراحة من إيه يا حبيبي العيال مضايقينك العيال مزهقينك العيال مطهقينك حاولي أنت يتوصلي معا الحل اعملي ده مرة واثنين وثلاثة ولو شفتيه مصمم هو لا هو عايز ياخد استراحة من وجهة نظري سيبي يروح بس لما يرجع ما يلاقيكيش تكوني برضو أنت في استراحة سيبي ياخد راحته عشان غالبا لما بيقرروا أن هم عايزين ياخدوا استراحة حقيقي ما بيرجعوش يعني بتطول الفترة دي وبيبقى هو إيه حاطت في دماغه أنه هو هيرجع هيلاقيها ما هو الراجل كده طول ما هو ضمنك هيفضل يتنمرد يعود يعمل حركات أصل هو ضمنك